أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرس الحكومة على المضي في تنفيذ وثقة سياسة ملكية الدولة والتي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المثلة لأصول الدولة وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلية للاقتصاد وخلل الاجتماع لمتابعة جهود دعم تنفيذ وثقة سياسة ملكية الدولة استعرض مدبولي جهود التعاون مع شركاء التنمية وفي مقادمتهم البنك الدولي بما يعمل على دعم الحوكمة والتطوير بالشركات المملكة للدولة بهدف تنفيذ العمل بها ورفع درجة تنافسيتها